كتير جداً بيسأل على الشيخ جوجل وغيره إيه هي العلامات اللي تقول إن الليلة دي هي ليلة القدر والليلة دي تتميز بإيه عن غيرها عشان نعرف إحنا كناس عاديين إن الليلة دي بالفعل كانت ليلة القدر في علامات تبينها إن الشمس بتطلع في اليوم ده كويسة جداً ما فيهاش حرارة شديدة ولا أي شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صبيحة يومة القد قال تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاء عليها أما العلامة التانية فبيكون الجو مناسب والريح ساكنة عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الحديث عن ليلة القدر أنه قال أنها ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة وتكون الشمس في صبيحة يومها ضعيفة حمراء يعني هادئة أما العلامة التالتة من علامات ليلة القدر وهي علامة نفسية علامة إيمانية الشعور بالسكينة الشعور بالطمأنينة الشعور بالأمان بسبب نزول الملائكة من السماء على المؤمنين كما قال ربنا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فدي كده أهم العلامات اللي ذكرناها بالأدلة بتاعت لكن للأسف فيه أشياء أخرى خرافات بمعنى أصح بيعتقدها الناس أن دي علامات لليلة القدر لكنها غير صحيحة وليست علامات زي إيه كده مثلاً ناس تقول مثلاً زي المباني تنام معرفش إزاي دي إحنا عايشين طول عمرنا في المباني وعمرها منامت لا ليلة قادر ولا غير لكن يقولك يا دي علامة من العلامات الشجر يزجد ما شاء الله البحر المالح يصير عذباً يتحول لماء عذب وطبعاً لو الموضوع ده حصل ده يبقى خير يعني بحلنا حتى مشكلة نهر النيل نباح الكلاب الكلاب تنقطع تماماً عن النباح في تلك الليلة كل هذا الكلام خرافات لا أصل له ولا دليل عليه لكن هنا السؤال المهم اللي كلنا لازم نبحث عنه عقلاً أو ندور عليه نقول هي ليه الشمس في اليوم ده بتكون شمس هادئة ما فيهاش حرارة ليه الجو بيكون مناسب عايز تعرف الكلام ده ترجع على طول لكعب الأحبار وهو يتكلم في قصة كده بسيطة عن نزول سيدنا جبريل عليه السلام ومعه أفواج من الملائكة في تلك الليلة إيه القصة دي وإن كان للعلماء قالوا أن هي من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب لكن من الممكن أن نحن نستأنس بها ونستدل بها على مثل هذه الأمور إيه اللي بيحصل في ليلة الأدر وفي صبيحة ليلة القدر عشان تكون الشمس بهذا الشكل الجميل اللطيف بنجاوب على السؤال بتاعنا إن ليه الشمس بتكون في صبيحة ليلة القدر صافية نقية بيضاء ليس لها أشعة ذكر كعب الأحبار فيما نقله عن بعض الإسرائيليات أن الملائكة تنزل في ليلة القدر ومعهم جبريل عليه السلام ويستمرون مع المؤمنين إلى طلوع الفجر ثم يصعد جبريل عليه السلام حتى يصل إلى أفق السماء في وجه الشمس وينشر جناحيه الأخضران ولم يكن ينشرهما إلا في تلك الليلة في ذلك الوقت فيحجب ضوء الشمس أي حرارة الشمس ثم يأمر الملائكة فيصعد ملكا ملكا إلى السماء حتى يحجب ضوء الشمس الحار عن الأرض في تلك الليلة ثم يجلس جبريل مع الملائكة بين السماء والأرض إلى أن يمسي يستغفر ويدعو للمؤمنين بالرحمة والمغفرة لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا ولمن قام رمضان إيمانا واحتسابا فإذا جاء المساء صعد جبريل ومن معه من الملائكة إلى السماء الدنيا فيسألهم الملائكة أهل السماء الدنيا عن المؤمنين والمؤمنات رجل رجل وامرأة امرأة ماذا كانوا يفعلون فيقول جبريل فلان كان ساجدا وفلان كان قائما وفلان كان تاليا للقرآن فيستغفر لهم أهل السماء الدنيا ويفعلون ذلك في كل سماء حتى يصل جبريل ومن معه من الملائكة إلى سدرة المنتهى فتقول سدرة المنتهى أخبروني يا سكاني ماذا فعلتم إني أحب من يحب الله فيخبروهم عما رأوا من المؤمنين في ليلة القدر فتدعو لهم سدرة المنتهى ثم تأتي الجنة وتسأل سدرة المنتهى وتقول لها أخبريني بما أخبرك سكانك أي الملائكة ومعهم جبريل عليه السلام فتخبرها سدرة المنتهى عن عبادة المؤمنين والمؤمنات الرجال والنساء في تلك الليلة فتقول الجنة داعية لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم عجل بهم إلي تستعجل لكي يدخلها المؤمنين فرحاً وصروراً من الجنة من عبادتكم في هذه الليلة المباركة ترجمة نانسي قنقر